السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالتسترخم 48 من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة الايكيو من هاجم تروبو الكتاب الأول هنا في التبرين التالي لدي عدد الأضلاع هنا ثلاثة عدد الأضلاع هنا أربعة وعدد الأضلاع هنا أربعة هنا لدي ثلاثة وأربعة وأربعة الآن بالشكل التالي ضرب عدد الأضلاع قسمة اثنان إذا كان العدد يقبل القسمة على اثنان أو يعطيني ناتج بدون باقي أضع الإجابة عكس ذلك أضع عدم وجود قيمة لدي هنا ثلاثة ضرب ثلاثة هي عبارة عن تسعة تسعة قسمة اثنان لا يوجد قيمة أربعة ضرب ثلاثة هي عبارة عن اثنى عشر قسمة اثنان ستة وبالتالي قيمة الكي ستة أربعة ضرب أربعة ستة عشر قسمة اثنان ثمانية وبالتالي هنا ثمانية لدي أخيرا 4 ضرب 4 16 16 قسمة 2 أيضا تعطي 8 والإجابة 6 8 8 والجواب هو D في السؤال الثاني هنا نقوم بعملية جمع سطر المدخلات مع عناصر سطر أو عمود المدخلات ثم أأخذ الجذر التكعيبي هنا لدي 61 زائد 3 يعطي 64 الجذر التكعيبي لل 64 هو عبارة عن 4 بنفس الإسلوب 120 زائد 5 125 والجذر التكعيبي لل 125 هو عبارة عن 5 هنا لدي 27 والجذر التكعيبي لل 27 هو 3 والجواب هو B في السؤال الثالث هنا نقوم بجمع منازل العداد هنا 7 زائد 2 زائد 1 يعطي 10 هنا 3 زائد 1 4 زائد 8 12 هنا 1 زائد 2 يعني هنا المجموع هو عبارة عن 3 المجموع هو 4 هنا المجموع عبارة عن 3 والمجموع هنا 7 الآن لدي 7 زائد 7 يعطيني 14 والجواب هو D إذن جمع منازل سطر المدخلات مع عمود المدخلات في السؤال الرابع هنا لدي العملية الأولى نأخذ الجذر التكعيبي لسطر المدخلات أو مكعب عفوا مكعب سطر المدخلات يعني هنا الإشارة هنا هو العدد A للتكعيب بينما هنا هو العدد A للتربيع بالشكل الثالث 5 للتكعيب 125 هنا لدي 9 للتربيع هي عبارة عن 3 الآن 3 للتكعيب هي عبارة عن 27 إذن قيمة الآ هي 27 هنا لدي 7 للتكعيب هي عبارة عن 49 27 ناقص 49 أحصل على القيمة هنا 9 ناقص 7 2 4 ناقص 22 22 والجواب هو D في سؤال الخامس نقوم بضرب منازل عناصر سطر المدخلات وعمود المدخلات بهذا الشكل هنا حاصل عملية الضرب 2 ضرب 1 هي 2 هنا ثلاثة هنا ثمانية هنا تسعة 1 ضرب 2 وهنا خمسة الآن نقوم بإجراء عملية جمع بين نواتج ضرب منازل سطر المدخلات ونواتج ضرب منازل عمود المدخلات هنا 2 زائد 2 4 2 زائد 5 7 3 زائد 9 12 8 زائد 9 17 هنا لدي 5 زائد 8 13 والإجابة هي بي في السؤال التالي هنا نقوم بإجراء عملية طرح عمود المدخلات من سطر المدخلات يعني هنا لدي على سبيل المثال 24 ناقص 3 ثم أقوم بطرح ناقص 1 بهذا الشكل أحصل على القيمة 20 لدي 21 ناقص 7 هي عبارة عن 14 ثم ناقص 1 تعطيني 13 يعني العملية هي A ناقص B ناقص الواحد أحصل على الإجابة الآن لدي العملية لدي 18 ناقص 3 هي عبارة عن 15 ناقص 1 يعطيني 14 والإجابة هي B في السؤال السابع نقوم بإجراء عملية جمع سطر المدخلات وعمود المدخلات العناصر جمع المنازل يعني هنا عملية جمع 12 هنا عملية جمع 13 ثم أقوم بجمع النواتج بهذا الشكل 12 زائد 13 25 هنا بعملية جمع هنا لدي 14 14 زائد 13 هي 27 هنا بعملية جمع 12 12 زائد 14 هي عبارة عن 26 والإجابة في السؤال الثامن نقوم بجمع عناصر سطر المدخلات مع عمود المدخلات لدي هنا 8 زائد 3 عملية جمع بينهما تعطيني 13 الآن بضرب المنازل للناتج 1 ضرب 3 يعطيني 3 هنا لدي 8 زائد 22 يعطيني 30 و 3 ضرب 0 يعطيني 0 وهكذا لدي هنا 18 زائد 5 هي عبارة عن 23 و 2 ضرب 3 6 والإجابة هي في السؤال التاسع نقوم بإجراء عملية ضرب عناصر سطر المدخلات هنا 2 ضرب 1 2 هنا 3 ضرب 2 6 وهنا 12 ثم أقوم بإجراء عملية جمع مع عناصر عمود المدخلات 2 زائد 4 6 6 زائد 14 هنا 2 زائد 9 11 الآن لدي هنا 6 زائد 9 15 والجواب هو D في السؤال عشر السؤال بسيط هنا لدي 2 ضرب 2 2 ضرب 4 8 3 ضرب 2 6 4 ضرب 3 12 وبالتالي لدي الآن أحتاج إلى القيمة L بدلالة القيمة K L تساوي 12 وتساوي K على أو تساوي 2 K وبالتالي قيمة L هي G والجواب هو الصحة في السؤال 11 نلاحظ هنا لدي عدد فردي هنا لدي أيضا عدد فردي العملية بينهما هي عبارة عن جمع أيضا لدي هنا عدد زوجي مع عدد زوجي العملية أيضا بينهما هي عبارة عن جمع الآن إذا كان لدي عدد زوجي أو عدد فردي مع فردي أيضا جمع لدي أبحث عن زوجي مع فردي ما هي النتيجة هنا زوجي مع فردي لا توجد قيمة إطلاقا وبالتالي إذا كان فردي مع فردي أو عدد زوجي مع عدد زوجي يعني عددين من نفس الطبيعة العملية هي جمع إذا كان عددين مختلفين العملية عدم وجود قيمة الآن بشكل التالي لدي هنا العدد قيمة A عدد زوجي مع فردي عدم وجود قيمة قيمة B عدد فردي مع زوجي عدم وجود قيمة قيمة G عدد فردي مع عدد زوجي عدم وجود قيمة والجواب هو A السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا الفرق بين لدينا عناصر سطر المدخلات وعناصر عمود المدخلات للتربيع يعني لدي 12 ناقص 17 للتربيع تساوي 5 للتربيع تعطيني 25 يعني الآن ناقص B للتربيع يعطيني الإجابة الآن لدي هنا 18 ناقص 12 يعطيني 6 للتربيع تعطيني 36 والإجابة هيدي وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر